ونناقش في هذه الحلقة هدنة بين ارمينيا واذربيجان برعاية روسية هل تصمد وهل نجحت موسكو في احتواء ازمة منطقة القوقاز والصدر يضع شروطا للاحتجاج في العراق ما الذي يستبقه ولماذا يأخذ دور الدولة في تنظيم الاحتجاجات اهلا بكم اعلنت روسيا عن بدء هدنة انسانية بين ارمينيا واذربيجان لكن سرعان ما تم خرقها فما هو افق التسوية بين الطرفين وهل يؤدي التدخل التركي الى تبديد فرصها وما الذي يمكن لموسكو ان تفعله لوقف هذه الحرب الهدنة المزمعة بين ارمينيا واذربيجان لم تسمت طويلا الرئيس الروسي بلاديمير بوتين دعا طرفي النزاع حول ناجورنو كارباخ وسرعان ما اعلنت موسكو عن توصلي وزيري الخارجي الاذربيجاني والارميني الى اتفاق يقضي بوقف اطلاق النار في ناجورنو كارباخ وعقب محادثات استمرت عشر ساعة اشرف عليها وزير الخارجي الروسي سيرغي لافروف الوقت الذي استغرقته المحادثات اظهر صعوبتها وانتهى الامر الى هدنة انسانية على ان يتم التوصل لاحقا الى اتفاق حول التفاصيل حيث يكمن الشيطان الغاية من جانب موسكو هي انها تريد ان تستعيد زمام المبادرة كوسيط يمتلك تأثيرا مباشرا على طرفي النزاع احد اوجه التعقيد هو ان العلاقة الدامية بين الطرفين تحتكم الى تاريخ المجازر التي ارتكبتها تركيا العثمانية ضد الارمن قبل نحو قرن من الزمن هذا التاريخ ما يزال حيا وهو يملي على الارض مشاعر مرارة لم تنطفئ جذوتها ابدا كما انه يعزز نزعة التمرد لدى مواطني اقليم ناغورنو كرباخ الذين اعلنوا الانفصال من جانب واحد عن اذربيجان عندما تفكك الاتحاد السوفيتي السابق وانفصل جمهوريته المختلفة عن روسيا الوجه الاخر هو ان لكل طرف جانبا من الحق الارمن كاقلية مضطهدة في اذربيجان لم يقدروا على العيش في ظل جمهورية استبداد على النمط السوفيتي هي التي ورثها الرئيس الهام علييف عن ابيه بينما تستند السلطات الاذرية على ان الاقليم ما زال من الناحية القانونية جزءا من اذربيجان الدور التركي زاد الطينبلة فالعثمانية الجديدة التي يصدر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عنها هي بالنسبة للارمن عنوان لمذبحة اخرى تصل الماضي بالحاضر شيء في الوسطة ربما هو الحل بما يسمح ببقاء الاقليم داخل اذربيجان ويمنح استقلالا نسبيا في دولة فدرالية او كونفدرالية ولكن هذا هو اخر ما لتركيا ان تقبله لانها تخاف من ان يؤسس قاعدة لحل مماثل مع قليته الكردية وهنا يكمن الشيطان الذي يجعل الحل يتأخر والهدنة تنهار من قبل ان تبدأ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الى هذا الحوار وارحب بضيفي من اسطنبول الدكتور سمير صالحة استاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعة اسطنبول دكتور سمير اهلا وسهلا بك وايضا معنا من موسكو السيد يفقيني سدروف الكاتب والمحلل السياسي سيد يفقيني اهلا وسهلا بك في وراء الحدث ابدأ معك في السؤال الكثير من دعوات التهدئة وجهت الى الدولتين من دول مختلفة لكنها لم تنجح روسيا نجحت في هذا الامر صحيح لكن النجاح هش نسبي لان الاتفاق والهدنة هشان وايضا غابت عنهما التفاصيل فحتى هذا النجاح لا يعتبر نجاح مساء الخير لك والسادة المشاهدين ودفك الكريم اعتقد بان النجاح حتى اذا كان هشا فهو افضل من لشي نحن رأينا محاولات عديدة خلال هذه الايام والمزوعين من المعارك الضارية التي دارت في منطقة نغورني كرباخ هذه المحاولات فشلت جميعا ما عدا محاولة موسكو والتدخل للرئيس الروسيا الذي تمكن من اقناع رئيسي ارمينيا وازيرباجان من ايفاد مبعوثيهما اي وزيري الخارجية لكي يلتقي الى موسكو والتفق ولو على شيء بسيط في بداية الامر هو طبعا امر انساني محب تبادل الاسرة ونقل الجسل للقتل لا يمكن وصفها الا باجراء انساني مؤقت ربما لن يدوم بعد او لن يأتي بعده ما يمكن ان نسميه بهدنة او حتى بصولح حقيقي ولكن المهم خطوة اولى وتمت هذه الخطوة الان اعتقد بان روسيا اخذت هذا الامر بعيد الاعتبار بان طبعا اي هدنة ستصاحب بخروقات عديدة ولكن لابد من الاشارة الى ما جاء في بيان صادر عن هذا الاجتماع وطلاه وزير الخارجية روسيا سيرجي الافروب حيث جاء فيه ان الصيغة التفاوضية السابقة تم الحفاظ عليها وهذا يعني ان ازرباجان مثلا اعترفت بامكانية التوصل الى تفاهم ما حول نغورني كارباخ مستقبلا بينما الرئيس علي فالرئيس الازرباجاني منذ يومين وحتى يوم امس في خطابه التلفزيوني اكد على ان مجموعة مينسك فشلت خلال فترة 26 سنة لم تؤدي جهودها الى اي نتيجة سواء بالنسبة لازرباجان وانا اعتقد بالنسبة لارمينيا ايضا الان رأينا ان احياء هذه المجموعة وعمالها ربما في المستقبل سيأتي بسمارها ولكن بشرطين اولا لابد ان يكون موقف ارمينيا وازرباجان اكثر مرونة مما كان عليه من قبل الان من الصعب التصور بان ارمينيا وازرباجان سوف تتوصل قريبا الى تفاهم او حتى الى نقاط مشتركة ولكن بشكل تدريجي يمكن ان تستمر هذه المفاوضات وهي احسن باي حال من الاحوال من استمرار المعارك وفي النهاية ربما سيتم التوصل الى صيغة ما مقبولة لدى ارمينيا وازرباجان فيما يتعلق اولا وقبل اي شيء اخر بين قورني كرباخ الاخليم المتنازع عليه جميل جدا دكتور سامير صالحة سمعت هذا الكلام مطلوب مرونة من الطرفين وحتى هذا اللاشي او هذه الهدنة الهشة الضعيفة سميها ما شئت هناك رغم التفاؤل بها وهي قليلة لكن يبدو ان تركيا غير سعيدة فيها نلاحظ البيانات التركية هي تريد ان تثبت شيئا ان اذربيجان انتصرت وان تركيا ستبقي على هذا الدعم للاذريين وبالتالي هذا يجعل اذربيجان متصلبة اكثر ولا تقترب من حافة المرونة التي يريدها الروس ربما لوضع حد لهذا النزاع التاريخي او على الاقل العودة لمسار المفاوضات نعم مساء الخير للجميع اولا يعني في اشارة اساسية هي انه في تنسيق تركي روسي مستمر في التعامل مع ملف الازمة والدليل انه في اكثر من اتصال تم بين وزيري الخارجية في البلدين الموقف التركي ثانيا واضح الوقوف الى جانب اذربيجان في استرداد اراضيها المحتلة نقطة ثالثة انقرة قالت بشكل علني اكثر من مرة ان الذي تختاره اذربيجان باي اتجاه سيكون انقرة حسب قدراتها وطاقاتها وامكانيتها ستقف الى جانبها دون اي تردد الرسائل التركية واضحة الان في نقطة مهمة للغاية ما انجزته موسكو حتى الساعة برأي مهم جدا باتجاه التعامل مع الملف بطرح جديد بصيغة جديدة لانه نحن منذ انفجار هذه المعارك منذ اليوم الاول ونقول انه موسكو هي اللاعب الحقيقي القادر على جمع الطرفين على التنصيق معهما وعلى اقناع ياريفان بتطبيق القرارات الاممية اخراج انسحاب القوات الارمانية المحتلة من الاراضي الاذرية هذه نقطة مهمة نعم سير المعارك على الارض يقول ان القوات الاذربيجانية حققت انجازات عسكرية وانه اذا فشلت الهدنة ستجدد المعارك وستوصل اذربيجان حسب قدراتها تحرير واسترداد هذه الاراضي التي تحتلها ارمينيا لكن الموقف الروسي في جميع الاحوال انا رأيه شخصي لن اطيل مهم للغاية ليس فقط ان يواصل هذه الجهود لماذا لانه 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 قناعة واضحة انه مجموعة مينسك وصلت الى طريق مسدود انه شركاء موسكو في هذه المجموعة تحديدا فرنسا وامريكا لهم حسابات اخرى مغايرة لما تقوله وتريده روسيا وانه مصالح فرنسا وامريكا تتعارض مع المصالح الروسية في جنوب القوقاس لذلك الثقل الروسي مهم ولا اظل اطلاقا ان انقرة ستتردد رأي الشخصي هذا من خلال المتابعة في الوقوف الى جانب موسكو وتقديم اي دعم تحتاجه على المستوى السياسي او الديبلوماسي اذا ما كان في رغبة حقيقية بانهاء هذه المسألة حسب القرارات الاممية جميل سيد يافجين هنا نعود الى ذات الدور الروسي الذي يقول الدكتور سامير صالحة السؤال من شقين هل تلتمسون بالفعل هناك رغبة تركية في التعاون في احلال سلام في عقد اتفاق من اي نوع هذا جانب والجانب الاخر والشق الاخر من السؤال ما هي الادوات الروسية الان للضغط على الطرفين لتحقيق انجاز سياسي خصوصا ان مجموعة منسك تعرف ان هناك خلافات وربما الاولويات تختلف من دولة الى دولة الان نعم طبعا من الصعب نتحدث الآن عما ستودي اليه مجموعة منسك في نشاطها القادم ولكن وابح تماما انها يجب ان يكون في جعباتها ربما عدد او المزيد من المقترحات والمبادرات الجديدة التي ربما الى درجة معينة ترضي الطرفين ليس الان في هذه المرحلة وفي ظل التصعيد الحالي وانما بعد مرور وقت ستهدى معه الاوضاع وسيكون بالامكان ربما الحديث عن يعني سيري على تجاه تحقيق المزيد من الخطوات التي يمكن ان ترضي ارمينيا وازربجان في هذه المرحلة بالنسبة لعضوين اخرين وتحدث عنهم سيد دكتور سامير صالحة بالنسبة لفرنسا والولايات المتحدة طبعا دورهم الان يعني هو دور اكثر ما يمكن ان يقال انه متواضع جدا للغاية الولايات المتحدة منشغلة او مشغولة بالانتخابات القادمة وهي اعتقد ليس من اهتمامها الان التركيز على الوضع في نغورني كارباخ نهيكا عن المشاركة المباشرة في تسوية هذا النزاع بالنسبة لفرنسا موقفها واضح وهو الى الجانب برمينيا ومن هنا من المنطق ان روسيا هي مرشحة لاداء دور رئيسي كدولة تستطيع ان تقدم جهود وخدمات الوساطة وبسمار ربما لن نراها قريبا وانما من خلال العملية التفاوضية والتي طبعا سوف تكون طويلة وربما ستاخذ وقتا طويلا جدا بالنسبة لليك الذين داعوا موسكو الوقوف الى جانب ارمينيا لا اعتقد ان الحق معهم لان روسيا كانت دائما تشير وتركز على انها دولة تحافظ على علاقات جيدة وقوية مع الجمهوريتين سوفيتيتين السابقتين هما ارمينيا وازربجان وبالتالي روسيا الان لا يمكن ان تتخذ موقفا مثلا مواليا لارمينيا وهذا ما دفعت هذا ما كان الكثيرون يدفعون روسيا الى القيام بهذه الخطوة ولا الى جانب ازربجان رغم اهمية هذين البلدين الاستراتيجية بالنسبة لمصالح موسكو وبالتالي فوضح تماما ان فقط هذا الموقف الروسي الذي يقوم على ضرورة ان يسبق ربما الامور او الامر الانساني اي مباحثات جادة اخرى يأتي الان بسمار ما ويمكن اعتباره ناجحا في هذه المرحلة اما المستقبل فمرهود برغبة الطرفين السياسية ولسيما قيادة او رئيسي البلدين الرئيس عليف ورئيس الوزراء باشينيان في تحقيق خطوات تؤدي الى تفاهم حول مستقبل اقليم ناجورني دكتور سمير ما هي الادوات التي يمكن ان تحتكم عليها روسيا لتكون ناجحة بالفعل في اداء هذا الدور خصوصا تعرف ان الصراع في هذه المنطقة في منطقة القوقاز ليس صراعا عرضيا بل هو صراع مزمن وتاريخي وفيه استحضار للتاريخ وعداء لتركيا وهناك الكثير من المتداخلات وبالتالي كيف يمكن ان نتخيل خارطة الطريق التي ستسير عليها روسيا صحيح صحيح نحن نتحدث عن جنوب القوقاز واتفق معك بقعة جورفية مهمة فيها اكثر من مادة حيوية استراتيجية وفيها تدخل مصالح للاعبين كثر في هذه المنطقة لكن العامل الروسي يبقى برأيه هو اللاعب الحاسب في رسم السياسات والاستراتيجيات لماذا؟ لأن موسكو بحكم دورها التاريخي في علاقاتها مع الطرفين تعرف نقاط القوة والضعف عندما تناقش هذه الملفات مع باكو ومع ياريفان في حقيقة رغم أنه في الآن تباعد ربما بين موسكو وياريفان إلى حد ما في المواقف لكن في جميع الأحوال ياريفان تعرف أكثر من غيرها أنه الثقل الروسي الوزن الروسي ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار عندما تقول موسكو شيئا ما باتجاه الحل والتسويات نقطة ثالثة مهمة لن أطيل أيضا أنه روسيا عندما تتحرك ستأخذ دائما بعين الاعتبار أنها كانت جزء أساسي من القرارات الأممية الصادرة حول موضوع كاراباغ روسيا كلاعب أساسي في مجلس الأمن ساهمت في صناعة وكتابة هذه القرارات وهي لذلك قالت بشكل علني أنها إلى جانب هذه القرارات وإلى جانب تنفيذها وهذه النقطة أساسية الآن تزعج ياريفان وداعمها لذلك التركيز بضائي في المرحلة المقبلة من الجانب الروسي سيكون طالما أنك ترحت سؤال مهم على إلذام ياريفان بتطبيق هذه القرارات أولا وعلى فتح الطريق أمام حوار ربما أذري أرميني في موضوع كاراباغ تحديدا يعني على أرمينيا أن تسعب هذه القوات من القليم من المناطق المجاورة التي تحتلها وأن تكون هناك ضمانات ربما روسية بفتح الطريق حولها نقاش في موضوع كاراباغ كيف سيكون هذا النقاش هذا مرتبط بمواقف الطرفين المعنيين مباشرة وكما قلت لك بالثقل والدور الروسي ليس فقط في العلاقة مع البلدين بعم اللاعبين الإقليميين أيضا وكسبهم إلى جانب موسكو يعني أن تدعم هذه القوى مثل تركيا مثلا وغيرها من اللاعبين الإقليميين المواقف الروسية في بطح الطريق أمام هذه التسويات سيد يفجين هناك من يقول كما يقول المطرب عبد الحليم الذي شبكنا يخلصنا أن تركيا هي من أعفوا روسيا هي من أوجدت هذه المشكلة ضمن سياسة فرق تسود هل تستطيع بالتالي أن تصلح هذا الخطأ الاستعماري دعني أقول هكذا وتصلح الأمور وتجعل السلام سيدا في هذه المنطقة أنا لا وافق على مبدأ فرق تسود بالنسبة لجنوب القفقاس لأن الطريق الطويل لهذه الدول والشعوب والجمهوريات التي كانت ومازالت موجودة في هذه المنطقة المهمة استراتيجيا واقتصاديا وتجاريا سواء بالنسبة لروسيا أو غيرها من بلدان العالم هذا التاريخ يدل على أن هناك علاقات قوية جدا لدى روسيا مع كل من الشعوب ودول الوقع في القوقاس سواء الأرمن أو الأزرباجانيون هم دائما يتذكرون الماضي الذي كان يصود أيام الاتحاد السوفيتي السابق حيث كانت هناك أسرة متحبة واحدة ضمن قوام أو في قوام دولة واحدة جمهوريات قوقازية منها أزرباجان وأرميني وحتى جورجيا كانت تعيش في أسرة واحدة ولكنهم طبل سنتين من انهيار الاتحاد السوفيتي بدأوا البحث في تسوية أوضاعهم والاستقلال وهذا لا يدل على حالة آم لا هذا صحيح ولكن آنزاك في نهاية السمانينات من القرن الماضي كانت الأمور تتجه وتدرك ربما أكثرية الدول أو الجمهوريات المندمة للاتحاد السوفيتي أنه أجلا أم عاجلا سوف يؤدي الوضع الذي كان يصود آنزاك الصحة السوفيتي السابقة إلى ما أدى إليه أي إلى تفكك في نهاية المطاف ما أدى إلى تسعيد أو توتر في العلاقات بين القوميات والشعوب العديدة القاتنة في هذه المنطقة هذا أول ثانيا النقطة مهمة جدا هي دائما تعارض أو تباين بين مفهومي حق الشعوب في تقرير المصير وهذا من جهة من جهة أخرى وحدة أو سلامة أراضي دولة يعني هذين المبدئين قد أصبح حق تقرير المصير سيد يفجيني وفق الأمم المتحدة والقوانين الدولية هو حق الشعوب الواقع تحت الاحتلال نعم هذا صحيح ولكن بما أن الشعب يعني نغورني كرباخ وأكسرياته والأرمن كما هو معروف تعرض للظلم وهذا ما تدل عليه العديد من الأمثلة والعديد من الأمور والوقاية كان ربما من حقها يطالب أكثر من ذلك ربما الحكم الزيتي ولكن على درجة عالية من الاستقلالية وإلى خير هذا ما لم يسمح لأرمينيا في أيام في عهود وعقود السابقة وبالنتيجة انفجر الوضع وأدى إلى ما أدى إليه أي إلى حرب أولى بين أزربجان وأرمينيا في أواصل التسعينيات صحيح دكتور سمير صالحة ذكرت في إجابتك قبل قليل بأنه ربما آن الأواء للبحث في تسوية حقيقية لهذه المشكلة المزمنة التاريخية في أقليم كرباخ والحديث بصراحة وبسط الأوراق ما هو التصور المطروح هل يكون أقليما كونفدراليا ما الشكل المتصور للحل في هذه المنطقة خصوصا أن المشكلة تحمل كما ذكرنا تراكمات تاريخية وحتى وجود تركيا والدعم لأذربيجان هو يعيد نوع من المذابح الأرمان هذه الذكرى المؤلمة للأرمان والتي طبعا تشكلها وتنكرها تركيا بطبيعة الحال يعني إذا كنت تقصد المذابح التي ارتكبتها القوات الأرمانية في أذربيجان عندما دخلت لاحتلال هذه البقعة الجغرافية فأنا تماما أتفق معك يعني هم الأرمان يقولون أن العثمانية الجديدة التي يبشر بها رئيس أردوغان ضد أذريين المجازر التي تكلمتها أنا أعرف أعرف ما تريده أنا أسمع أنا أسمع أنا أسمع فقط أنا فهمت أنك فهمت السؤال بشكل خطأ إذا كنت تقصد هذه أنا أتفق معك الأرمان ارتكبوا الكثير من المجازر في أذربيجان ضد الشعب الأذري وكثير من الوثائق والمستندات موجودة الآن لجانب هذه المجازر المرتكبة في أذربيجان هناك مسألة أخرى مثلا قيادات السياسية الأرمانية في ياريفان تقول أنها لن تتراجع أو لن تتخلى عن شبر واحد من الأراضي التي تحتلها يعني كل المنطقين الآن يتعاكس مع الطرح الروسي واحتمالية فتح الطريق أمام موسكو للمواصلة هذه الجهود يعني ينبغي أن يكون هناك كراءة أرمانية جديدة قبل نقاش أي موضوع سياسي أو إداري في إقليم كاراباغ إذا لم يكن هذا التحول قراءة دكتور سمير بأي معنى شكل هذه المنطقة من الناحية السياسية كما سألت هل هو كونفدرالية هل هو فدرالية ماذا يمكن أن نتخيل يعني طبعا في إطار التفاوضات التي ستتم بين أذربيجان وأرمانية حول هذه الحالة يعني فيه واقع مقبول على الأرض أنه هناك أكثرية أرمانية في إقليم كاراباغ هذه مسألة واضحة ممكن تنظيم العلاقة على المستوى الإداري السياسي بتفاعل دستوري بشكل أو بآخر لكن هذا يعني إطلاقا إنشاء دولة داخل الدولة كما تقول الآن ياريفان نقطة أولى وكما تحاول أن تتحدث عن فتح ممر أو كوريدور يصل بين إقليم كاراباغ وبين الأراضي الأرمانية عبر احتلال بقعة جغرافية أيضا داخل الأراضي الأذرية يعني فيه أكثر من مسألة في النقطة الأخيرة على أرمانية إما أن تسحب يدها ولا تتدخل وتترك روسيا تدير هذا الملف بين الأذريين هذا ما يسمح به الوقت عفواً دكتور سمير حتى أمنح نصف دقيقة للسيد يفجيني حتى يعلق سيد يفجيني في هذه النقطة بالذات ما هي نقطة التوافق بين الأكراد وال عفواً الروس والأتراك في مصير هذه البقعة الجغرافية خصوصاً أن هناك تصورات تركية أي فدرالة أي كونفدرالية ربما تشير إلى أمكانية قيام ذات الشيء للأكراد في داخل تركيا هذه الحساسية موجودة نعم أنا أعتقد أن النقطة المشتركة ربما سوف تكون أو تقوم على أساس أو ضرورة ربما التفكير في شكل جديد من هذا الإقليم ليس فقط الاستقلالية التامة داخل أزربجان وإنما ربما كونفدرالية أو حقا مثلا الإدارة المشتركة لأرمينيا وازربجان لهذا الإقليم تحت مراقبة روسية ومراقبة دولية أو مراقبة مجموعة مينسك هذا هو أحد أشكال التطورات القادمة وربما يتفق عليه كل من موسكو وأنقرة شكرا جزيلا لك من موسكو ضيفنا السيد أفغيني سيدروف الكاتب والمحل السياسي شكرا جزيلا لك وشكرنا موصول الدكتور سمير صالحة أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعة إسطنبول وأذرني قاطعتك كثيرا هذا اليوم شكرا جزيلا لكما إذن مشاهدين وراء الحدث متواصل معكم من السيديوهات الغد في لندن ونناقش فيه بعد الفاصل الصدر يضع شروطا للاحتجاج في العراق موسيقى مشاهدين أهلا بكم من جديد دعا سيد مقتد الصدر زعيم التيار الصدري في العراق إلى تنظيم الاحتجاجات بحيث لا يقطع المتظاهرون الشوارع ولا يحتلون الساحات فما هي الغاية من هذه المقترحات وشروط وهل ستلقى أذنا صاغية من المحتجين وما هو الدور الذي يتطلع أن يلعبه التيار الصدري في إدارة الأزمة في العراق في الذكرى السنوية الأولى لمظاهرات تشرين في العراق قدم مقتد الصدر مقترحات جديدة لضبط المتظاهرين بدى وكأنه يسعى من خلالها للعب دور شرطي المرور تجاه الاحتجاجات المناوئة لأحزاب الولي الفقيه في العراق التيار الصدري الذي هاجم المحتجين في ساحة التحرير منذ انطلاق انتفاضتهم عاد ليحاول ركوب الموجة تبعد ليبدو وكأنه يقف في الوسط بين الحكومة والمحتجين انطلاقا من هذا الدور فقد أصدر الصدر تعليمات جديدة تطالب المحتجين بعدم قطع الشوارع وعدم احتلال الساحات واتهم كل من يخرق تلك التعليمات بأنه متسوس ومدفوع بأجندات خارجية الصدر طالب المتظاهرين في تغريدة بأن يحددوا مواعيد احتجاجاتهم والساحات التي يسمعون التظاهر فيها وليس من المتوقع أن تلقى هذه المقترحات أذان صاغية من جانب المتظاهرين إلا أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سرعى إلى دعمها ومنها تشكيل لجنة أمنية وعسكرية وبرلمانية لتحقيق في الخروقات التي تستهدف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية إيران تنظر إلى تنوع واختلاف جماعاتها في العراق على أنه أمر مفيد مدام الجميع يصب الماء في طحونة المشروع الطائفي نفسه فالغاية من الاختلاف والتنوع هي أن يخسر طرف ليكسب آخر من داخل الدائرة نفسها فتبقى المحصلة النهائية هي ذاتها وتذهب بعض التقديرات إلى أن التيار الصدري سوف يكسب في الانتخابات المقبلة ما قد يخسره أشقائه الآخرون وفي القضايا الجوهرية ومنها مطالبة إيران بإخراج القوات الأمريكية من العراق كثمن لقيامها باغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري فإن الصدر يتبنى مواقف متطابقة مع طهران وقال إنه سيعتبر الولايات المتحدة دولة احتلال ما لم تنسحب من العراق وذلك في إشارة تهديد ضمنية إلى مقاومتها بالسلاح المتظاهرون في العراق حاولوا طوال الوقت تحاشي الاستضام بتيار الصدر أملا بجذبه إليهم أو تحييده على الأقل لسيما وأن معظم أنصاره من الفقراء لأن الجاذبية الإيرانية أثبتت دائما أنها هي الأقوى عليها أمرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فهي كناية وتعبير عن الاستنكار او عدم الاحترام او عدم الاعتراف جاءت تغريدة السيد الصدر تقول في بدايتها مرت علينا الذكرى السنوية الاولى لما يسمونها بانتفاضة تشريد ومن ثم يكمل يقول تغمد الله شهدائها بالرحمة والرضوان ومن الله على جرحاها بالصحة والشفاء وعلى معتقليها بالحرية والخلاص أليس في هذا التناقض في ذات الأسطر؟ بدءا شكرا لهذا الاستغافة أعتقد السيد مقتدى هو من الشخصيات السياسية التي كانت داعمة حقيقة لموضوعة التظاهر على الرغم من التيار الصدري وجنابك يعرف أنه قطب من أقطاب العملية السياسية وهو جزء من تشكيل الحكومة المستقيلة ورغم كل ذلك كان داعمة لساحات التظاهر لكن بالمقابل أنا أعتقد وكذا تقول القوانين سواء القوانين الداخلية أو القوانين الدولية من المفترض أن يكون التظاهر حق مقيد وليس حق مطلق انحراف التظاهر حقيقة عن المسار السلمي أثر سلبا حتى على المتظاهرين وبالتالي بدأت التظاهرات تأخذ مجال ومسار غير المسار السلمي وقتها بدأ يلوح السيد مقتدى بعدم الدعم لساحات التظاهر الآن أيضا لاحظنا أنه بعض الحالات الغير منضبطة الغير قانونية الغير دستورية بل أثرت سلبا حتى على حياة المواطن العراقي سواء في مجال التعليم أو في المجال الصحي أو في دوائر الدولة أو بالحياة العامة والأسواق التجارية لذلك تلوح السيد مقتدى نعتقد جاء مطابق للقوانين الدولية سيد الكريم حتى المثاق العهد الدولي في المادة عشرين والمادة واحد وعشرين أشار للنظام السياسي حق تقييد التظاهر دعني أتوقف معك سيد علي للأمن القومي أو الصحة العامة هذا ما تقوله صحيح تماما ولكن هذا واجب الدولة هي تصدر تعليمات لتنظيم التظاهر أعود إلى سؤالي الذي لم تجيب عليه لماذا هو كأنه لا يعترف بهذه التظاهرات ما يسمى بانتفاض التشرين ومن ثم ينسب نفسه إليها ويعبر عن أن المطالب يقول مطالبنا لم تتحقق كيف نفهم هذا هل هو يؤيدها أم لا لا قطعا كلمة الانتفاضة للأمانة جاءت باحتبار تدمر الشارع العراقي من الطبق السياسي نتيجة الفساد المال والإداري والإهمال الكبير الذي تعرض له المواطن العراقي وبالتالي فعلا هي تظاهرات لكن بنفس الوقت بالوصف المجازي كانت هي انتفاضة من قبل الشارع العراقي على عموم الطبقة السياسية وقد يكون أحد المنتفضين عليه هو التيار صدري وهو جزء كبير من الحكومة هو جزء من الحكومة نعم أكيد وبالتالي يقول رأيه هو للشارع رأي آخر لكن بالمجمل أنا برأيه السيد مقتدى وفر حصانة كبيرة جدا للمتظاهرين في فترة حرجة ومهمة جدا لذلك هذا ليس تناقض أنا أعتقد هو حالة تزانية أراد أن يبين ما دامت التظاهرات سلمية وتحترم الأنظمة والقوانين هناك لها دعم من قبل الطبق السياسي والعكس بالعكس جميل جدا دكتور يحيي الكبيسي كيف تفهم هذه التغريدة التي جاءت بمقدمة ومطالب وشروط ودعوة من السيد صدر للالتزام بها وأيضا حملت نوعا من الوعيد بأن من لا يلتزم بهذه الشروط هو ربما عدو هو ربما خائن للتظاهرات وحتى للوطن يعني بداية مساء الخير يعني أنا أعتقد للإجابة على هذا السؤال يجب أن نعرف تاريخ التيار الصدري على أقل منذ عام 2003 إلى الآن يعني التيار الصدري كان دائما يمارس ما أسميته في دراسة نشرت قبل سنوات باللعبة المزدوجة بمعنى هو يريد أن يحتكر الشارع من جهة ويريد أن يكون شريكا في الحكومة من جهة ثانية يعني وهو يستطيع عبر يعني آليات متعددة أن يغطي على هذا التناقض الأمر الثاني والمهم أن طوال حركات الاحتجاج التي سبقت كان التيار الصدري دائما يشارك فيها في لحظات معينة بأمر من السيد مختطى الصدر أو بأمر من قادة التيار الصدري يعني من يتذكر حركة الاحتجاج في عام 2015-2016 ودور التيار الصدري فيها وتحالفة مع التيار المدنية دكتور إيحيال كبيسي وأنت تتحدث الكاميرا تتحرك للأعلى وأسفل فمن فضلك نعم تفضل اللي جرى الآن أنه احتجاجات تشرين 2019 لأول مرة يعني أفقدت التيار الصدري احتكارا للشارع وكان هذا حقيقة تهديد حقيقي يعني دائما كان التيار الصدري يستخدم الشارع كوسيلة كأداة للضغط كأداة للحصول على يعني ما أريد أن أقول دورة داخل العملية السياسية دورة داخل يعني منظومة الحكم لأول مرة يشعر التيار الصدري بأنه فقد الشارع لهذا نجد أنه حاول أن يكون جزءا من هذا الحراك في لحظة ما ثم أراد أن يحتكره مرة أخرى لهذا نتذكر ما قامت به مثلا القبعات الزرق من قمع للمتظاهرين أسماها السيد مقتدى الصدر نفسه بأنها جرت إذن المشكلة في العراق أن السيد مقتدى الصدر يريد أن يحتكر الشارع يريد أن يفرق أبويته على أي حركة احتجاج داخل العراق بوسائل شتى يعني لا يمكن تفسير هذه التغريدة الطويلة أو هذه الشروط التي وضعها إلا على أنها محاولة لفرض أبوية كما يسميها على حركة الاحتجاج لأنه كما يدعو نفسه سيد المقاومة يعني أوسي وبالتالي لدينا إشكالية هنا مرتبطة بالتيار الصدري مرتبطة بالسيد مقتدى الصدر أكثر من ما هي مرتبطة بحركة الاحتجاج الأمر الأهم هنا أن الدولة وليس الحكومة فقط تحاول استغلال هذا الموقف لتحجيم حركة الاحتجاج لفرض شروطها على حركة الاحتجاج يعني لا تريد الدولة أن تظهر يعني بعد الأفعال التي بدأتها يعني في تشرين أول تشرين ثاني كانون أول يعني عمليات القتل المنهجية للمتظاهرين وما إلى ذلك هي تركت هذه المهمة المعرجة للتيار الصدري وللسيد مقتدى الصدر لكي يحجم تقول دكتور دكتور يحية تقول تركت هذه المهمة هل هذه يعني هي رغبة تخادم متبادلة أم هي تسليم لدور حكومي إلى سيد مقتدى الصدر الذي كما قلت يقول أو يصف نفسه بسيد المقاومة والسيد الكاظمي أيضا أثنى على هذا الوصف ووصفه بسيد المقاومة يعني أشكالية هنا أن استيار الصدري هو من يعني يستخدم التوصيف تبعا لرؤيته يعني في بعض الأحيان يكون هناك تخادم في بعض الأحيان لا يكون استخدام مباشر يعني على سبيل المثال محاولة تمرير حكومة السيد الكاظمي جاءت من خلال ضغط التيار الصدري على حركة الاحتجاج نتذكر ما جرى في الناصرية نتذكر ما جرى في النجاف نتذكر ما جرى في البصرة لهذا أنا أقول دائما أنه محاولة التيار الصدري لاحتكام الشارع هو ليس لأغراض إصلاحية كما يدعون وإنما في محاولة لفرض شروطهم على الدولة وعلى الشارع في أن سأخذ هذه النقطة بالذات إلى سيد علي فضل الله سيد علي فضل الله حدثت الكثير من التظاهرات في العراق ودائما يدخل التيار الصدري في لحظات اقتناص سياسي ذكية يختارها بدقة ويتهم بأنه يصادر جهود وتضحيات المتظاهرين ويحصل على المكاسب السياسية ويترك الناس في العراء وبالتالي هذه المرة لن يتكرر المشهد لأن انتفاضة تشرين العام الماضي ربما غيرت الكثير من القواعد السياسية وأنتجت فهما سياسيا جديدا لحقيقة أدوار كل طرف خصوصا التيار الصدري الذي هو جزء من هذه الحكومات المتعاقبة التي يحتاج المتظاهرون ضدها يعني دعني أوضح نقطة مهمة وهي تشريح جسد التظاهر وما حدث في واحد تشرين العام الماضي واستمر حقيقة هذا الموضوع بدأت التظاهرات أنا برأي بثلاث مكونات عموم الطبقة المجتمعية للعراق المتذمرة من أداء الطبقة السياسية بالإضافة لبعض المكونات الخاضعة لأدلجة سياسية تابعة لأحزاب سياسية عراقية كانت أيضا مشتركة بهذه التظاهرات بالإضافة إلى طبقة مؤدلجة للأسف كانت تسير من قبل السفارات ومن قبل الخارج أول بداية التظاهرات كانت تظاهرة مليونية ولو عدنا بالذاكرة إلى الوراء أنا أعتقد كانت جموع مليونية كبيرة جدا لكن بعد انحراف التظاهرات وأخذت تأخذ منحة صدامة مع القوات الأمنية وبعض الأفراد هذا غير صحيح سيد علي سيد علي تابعنا التظاهرات بدقة كانت سلمية الناس تتلقى الرصاص والقبوات الناس في بات الاستخدام العسكري وكانت تنشد وتردد السلمية من قتل الناس ومن واجه القوات الأمنية باعتراف الحكومة هو الطرف الثالث لماذا تعصبها برأس الأبرياء الضحايا الطرف الثالث لم يحدد لحد الآن بعد استقالة الحكومة كيف تعرف أن المتظاهرين هم من قاموا بهذا إذا تسمح لي خلينا أوضح النقطة باتجاه التيار الصدري فانسحب أغلب المتظاهرين يعني السلميين بقى حقيقة في ساحات التظاهر عموم الطبقة السياسية وحلفائها وكذلك بعض المتظاهرين الذين يسيرون من قبل الخارج عندما استشعر السيد مقتدى أنه بدأت التظاهرات تأخذ دور بعيد كل البعد عن الجانب السلمي بدأت تهدد حقيقة السلم المجتمعي دوائر الدولة الأسواق التجارية بدأت حمليات القتل والخطف تحدث داخل الساحات هل هذه هي مسؤولية وهل مسؤولية الدولة هذا تسمح لي هو جزء من الحكومة وجزء من المجتمع وبالتالي هو جزء من الدولة العراقية حس هذا الدور نشكل عليه هذا الموضوع بين القانون ليس أنا في التالي الحكومة العراقية الآن الحالية الآن أمام تحدي كان من المفترض أن تكشف وراء الجهة التي كانت تقف وراء خلط الأوراق ومن استهدف المتظاهرين وقتها لذلك هناك إشكاليات وغموط كبير ما قام به سيد مقتدعنا برأيه هو دور متزن ونعتقد مارس حقه السياسي باحتبار لديه ثقل كبير داخل الشارع العراقي عندما استشعر حالة الخطر التي تهدد مشروع الدولة العراقية انسحب من التظاهر وبدأت التظاهرات تظهر هزيلة وضعيفة جدا ودليل ذلك التذمر والهجمة الإعلامية الكبيرة التي وجهت للسيد مقتدع وقتها على انسحاب من التظاهر جميل دكتور يحيى الكبيسي هنا ربما تعود بنا الذاكرة إلى الوراء إلى هذه الأيام الدموية التي جوبها بها المتظاهرون وحالات الإصابة والقتل المباشر والعمد لهم بلا رحمة وعصبت برأس الطرف الثالث الآن بعد مرور سنة في الذكرى الأولى حينما يقول السيد الصدر أن هذه شروط التظاهر الموجودة من لا يلتزم بها هو خائن ألا تعيد إلى الأذهان مرة أخرى أو تجعل من السهل اتهام الصدريين بأنهم هم مسؤولون عن العنف إذا ما وقع ضد المتظاهرين ألا تأتي بنتائج عكسية هذه التغريدة يعني أنا أعتقد المشكلة أكثر تعقيدا من ذلك أولا هذا التصنيف الذي وضعه ضيفك من بغداد الحقيقة لا وجود له إلا في مخيلة البعض يعني الحديث عن مجموعات يعني مرتبطة بجهات أجنبية وإجندات أجنبية يعني هذه الشيطنة الحقيقة كانت تستخدم دائما ضد حركة الاحتجاج وقد أثبتت حركة الاحتجاج أنها بريئة من ذلك تماما لهذا هذه الشيطنة هي جزء من محاولة منهجية لفرض شروط معينة على حركة الاحتجاج المشكلة هنا أنه لا صفة للسيد مقتدى الصدر ليفرض شروط على أحد لا صفة أكرر للسيد مقتدى الصدر لكي يفرض شروط على أحد وإذا كان هناك تواطق من الدولة مع هذا الدور الذي يقوم به السيد مقتدى الصدر فهذا جزء من إشكالية الدولة جزء من إشكالية لا وجود لمنطق للدولة في العراق لهذا التعكز على القانون والجميع يعرف أن القانون مسيس بالمطلق في العراق وبالتالي التعكز على أنه هذه قضية قانونية وما إلى ذلك هذا كلام لا معنى له لنتذكر فقط أن التيار الصدري لم يكن يخرج مظاهرات فقط وإنما كان يخرج مسيرات مسلحة استعراضات مسلحة وكان يعتقد أنه من حق ذلك يعني يوجد إشكالية هنا في طبيعة تعريف التيار الصدري لنفسه وفي تعريف لدورة وفي تعريف لعلاقة بالدولة الإشكال هنا لا يتعلق بالتيار الصدري فقط يتعلق بالدولة ككل لأنه الدولة هي من تسمح للتيار الصدري بالقيام بهذه المهمة في اللحظات التي تعجز الدولة فيها عن ذلك يعني على سبيل المثال بعد يعني هذا هذا الهجوم المنهجي القتل المنهجي للمتظاهرين في أشهر تشرين أول تشرين ثاني كانوا أول ما إذا لأك وجدت الحكومة نفسها في حرج شديد لهذا هي أعطت هذا الدور للتيار الصدري وفعلا التيار الصدري قامت كيف يمكن أن تعطي الدور للتيار الصدري هنا مثلا هذه الحكومة التي تتحدث عنها وهي تنادي رئيسها ينادي ليلة نهار بفرض هيبة الدولة أولا قضية هيبة الدولة كلمة سخيفة لا معنا لها لا وجود لي شيء اسمه هيبة الدولة الموجود هو انفاذ للدستور والقانون ولا وجود لأي احترام للدستور والقانون في العراق بذليل أن الجميع ينتهك الدستور والقانون ويستخدمهما لأغراض ومصالح شخصية مباشرة لهذا حديث عن هيبة الدولة الحديث هي محاولة للهروب من الاعتراف بوجود مشكلة حقيقية داخل العراق أنه لا وجود لإنفاذ للدستور والقانون يعني على سبيل المثال افتتح ضيفك الحديث عن شروط المظاهرات في العراق لا وجود لقانون ينظم المظاهرات في العراق ولا وجود لقانون ينظم حركة الاعتجاج في العراق وبالتالي الحديث أنه يجب أن تكون هناك توقيتات وأماكن وما إلى ذلك هذا ورد في أمر من أوامر بريمر في العام 2003 ولم يعد له موضع داخل المدولة القانونية العراقية والأمر الآخر لماذا لم يتزم الصدريون بذلك في أعوام 2005 و2006 و2007 عندما واجهوا الدولة ما أريد أن أقول هنا أنه ليس هناك صفة لا للتيار الصدري ولا للسيد مختدى الصدر لكي يفرض وصايت على أحد لا على المحتجين ولا على المجتمع وإذا كانت الدولة متواطئة معه ومع التيار الصدري في ذلك فهي تريد استخدام التيار الصدري لأداء مهمة محددة واضح تماما سيد علي فضل الله هذا هو السؤال هنا لا وصاية قانونية ولا حقية هكذا يقال أو يتفضل السيد يحيى الكبيسي لسيد الصدر حتى يصدر هذه التعليمات أو هذا الكاتولوج الوطني من لا ينطبق عليه فهو خائن أو هو مخرب ومن ثم فإن الدولة تختبئ خلف هذا الخرق القانوني والدستوري وهي ربما سعيدة به يعني مبدئيا دعني أعرج على كلام الضائف العفو موضوع قانونية التظاهر أعتقد المادة 38 حددت يعني حق التظاهر ولكن هذا الحق على أن ينظم بالقانون هذا الموضوع إذا كان هناك قصور من قبل الطبقة السياسية في عدم تنظيم هذه المادة الدستورية بقانون هذا لا يعني أنه لا يوجد قوانين لتنظيم عملية التظاهر من المفترض أن يكون في التظاهر ظاهرة حضارية وهي أداة سياسية من المجتمع يريد من خلالها إصار رسالة إلى الطبقة السياسية لديه تذمر أو انزعاج من تصرف سياسي أو أداة حكومي باتجاه الطبقة السياسية أعود لكلام سيد مقتدى أنا أعتقد كلام سيد مقتدى واضح جدا أنه خروج المتظاهرين عن الشروط القانونية والدستورية طبعا يتحول المتظاهر من إنسان له حق التظاهر إلى إنسان مطالب حقيقة من قبل القانون أن يكون متهم أمام القانون ونعتقد هذا الموضوع فيه وصف قانوني يعني اشترط السيد مقتدى التظاهر يجب أن يكون تظاهرا حضاريا قانونيا دستوريا وأنا أعتقد لا خبار في هذا الموضوع وفي حال الخروج عن القاعدة القانونية والدستورية يكون هناك إشكال باتجاه المتظاهر هذا كلام جميل ولكن يجب أن ينطلق من الدولة وليس من شخص هو جزء من العملية السياسية ويريد أن يكون جزء من التظاهرات هذا ربما سناق أصدق جزء من الحكومة طبعا سيد مقتدى يمثل يا سيد الكريم يمثل قطب من أقطاب العملية السياسية وبالتالي أنا أعتقد كل هذا الكلام يصف في مصلحة حكومة السيد الكاظمي وليس بحق المتظاهرين لذلك من المفترض أن نراعي جانب مهم يريد السيد ضبط عملية التظاهر التي أثرت سلبا على حياة المواطن العراقي شكرا جزيلا لك من بغداد السيد علي فضل الله مستشار المركز العراقي للتنمية والإعلام شكرا جزيلا لك شكرنا موصول أعتذر منك دكتور يحي ليس هناك مزيد من الوقت الدكتور يحي الكبيسي الباحث والأكاديمي ضيفنا من عمان شكرا جزيلا لك إذن مشاهدين هكذا ينتهي برنامج وراء الحدث من قناة الغد في لطن شكرا على كرم المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة